أنصح أختي الكريمة أن تدخل مصلحين يدخلوا بينها وبين زوجها وإما في لجنة إصلاح أو في إمام مسجد أو داعية أو أحد الكبراء من جماعتها وقرابتها ويتدخل بإذن الله بالإصلاح بينها وبين زوجها وأنا أقول يا أخي الكريم ربما لا تصل حياة الزوجية مئة في المئة لكن هناك نسب مقبولة في الحياة الأسرية يعني ليس من المتوقع أبدا أن تكون حياة الأسرية مئة في المئة في كل الزوجات أو في كل الحياة أو في كل البيوت يعني هذا متعذر لا يمكن المئة في المئة عند كل الناس في الجنة ليس هنا الأنس والمسرة وعدم التكدير والسعادة الدائمة والأبدية والراحة كل ذلك في الجنة هذه دار البلاء والتنكيد والتنغيص سيرضيك شيء وسيسقطك أشياء وطن نفسك على هذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضية منها آخر لا تنسوا الفضل بينكم انظر إلى الإيجابيات لا تنظر إلى السلبيات كل مشكلة لها حل لك أنا أنصح أختيهم عمار يعني هذه المشكلة التي أنت فيها واضح أنه وصلتم إلى مراحل متقدمة في الخصوم أنا أقول تستطيعون بإذن الله وأكلم هذا من خلال واقع أعيشه في الإصلاح بين الناس كم من حياة استباني للناس أو ظهر لهم أنه لا يمكن أن تعود مرة ثانية لكن إذا دخل المصلح الصالح بإذن الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه وأبني لكل إنسان عواره وتقصيره ونمى جوانب الخير تعود الحياة بإذن الله أخصم بينكم أولاد هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى شيء من التضحية وكم من امرأة صبرت على فضاضة زوجها أو غلظته ثم عقبها الله خيرا عقبها الله أبناء صالحين برر محسنين وسبحان الله أيضا هذا الزوج يتغير لا في إنسان يجمد على حال كم من زوج كان أقصى ما يكون على زوجته فض غليظ قاسي حارم لها من كل لذة ومن كل وجوه السعادة ثم صبرت عليه ودعت مولاها واستنجدت بخالقها الذي خلقها وسواها وبعد فترة وإذا به أطوع ما يكون لها وأقرم ما يكون منها وأحسن ما يكون إليها هكذا أراد الله عز وجل التغيير فلنبدأ به أنا أبدأ به وأنت تبدأ به مشكلتنا الكبرى كل ينتظر الخطوة من الآخر أنا ما أبدأ حتى تبدأ أنت وما أحسن حتى تحسن إلي وما في المبادرة وما المبادرة من يقرأ الجرس هذه قضية مهمة للغاية في حياتنا بصفة عامة نحن ننتظر الخطوة الأخرى من غيرنا ابدأ بالخطوة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ستكون بإذن الله في المسار الذي تريد وتشتهي وتنتبه